اهلا بكم متابعي تلفزيون العربي على يوتيوب معكم مضطاها ادعوكم للاشتراك في القناة عبر الضغط على سبسكرايب لتصلكم اشعارات تغطيتنا الاخبارية وبرامجنا اضافة الى التحقيقات الخاصة والوثائقية والان مشاهدين لماذا لم يذهب ميسي الى الهلال السعودي لماذا اختار انتر ميامي لماذا فاشلت رحلة عودته لدراماتيكية الى برشلون ميسي مشاهدين يحتل حديث منصات التواصل الاجتماعي عاقب اعلانه نيته التعاقد مع انتر ميامي الامريكي المملوك لأسطورة كرة القدم الانجليزية ديفيد باكم مصادر اسبانية قالت ان قرار رحيل ميسي الى الولايات المتحدة ورفضه العرض السعودي الذي تجاوز المليار دولار امريكي لثلاثة مواسم كان بناء على رغبة زوجته انتونيلا البولغا قال انه لا يرغب بوضع مصيره بيد غيره وهذا كان السبب الرئيس لرفضه العودة الى برشلون الذي يمر بازمة مالية قانونية تمنعه من تسجيل ليو على لوائح الفريق في الدوري الاسباني لكن ليو اكد رغبته بالعودة الى برشلونة وقال انه كان يطمح بالعودة الى النادي الذي يحب خصوصا وان علاقته بمدرب النادي الكاتالوني تشافي هرنانديز ممتازة هذا كله كان له صدا على منصات التواصل الرقمية مشاهدين ونبدأ مع صحفي الرياضي رواد مزهر الذي قال ان عدم انتقال ميسي الى السعودية وتحديدا الى نادي الهلال لا ينصحب بالضرورة على فشل سوق الانتقال السعودي المركات والسعودي بدأ اليوم وبعد دور ابطال اوروفا ستكون هناك مفاجآت كبيرة مشاهدين على حد قوله وبدوره رأى الصحفي محميد خليل انه عندما يخرج اللاعب من الدوريات الخمسة الكبرى في اوروبا فهذا يعني انه انتهى من ممارسة كرة القدم على المستوى العالي خيار هؤلاء اللاعبين مثل ميسي على حد قوله هو الاستمرار بهدف التسليه اولا وثانيا بهدف زيادة الحسابات المصرفية ويشير المدون امين احجازي مشاهدين الى اختلاف التوقيت بين المنطقة العربية والولايات المتحدة الامريكية ويعبر من خلالها عن محبته لمسي بالقول ان اجمل الامور هو ان يوقذك اللاعب الذي تحب عند الفشر لمشاهدته